كلمين يا دكتور عن الموضوع ده أول حاجة خليني أعرف المشكلة يعني الأول أنا عندي مشكلة أعرف إزاي أن ابني مضمن ألعاب إلكترونية أو موبايل أو سوشيال ميديا وبعدين نبقى نتكلم على الحلول أعرف المشكلة إزاي الأول طيب هي الفكرة بالنسبة لي أن الإدمان هنا منقسم لشقين الإدمان اللي هو اللفظي زي ما بنقول كده اللي هي الدائمومة في استخدام أي حاجة يعني زي ما حد يقولك أنا أدمنت سماع الموسيقى أنا أدمنت قراءة القرآن فهي الدوام في الحاجة هي دي كلمة إدمان اللي هو التعود عليها لكن في أخطر من كده بقى في السوشيال ميديا هي فكرة إدمان المخدرات الرقمية دي كارثة تانية بس مش هنتطرق لأندي طبعا عايزة حلقة لوحدة اللي هي فكرة أنه بقى فيه فعلا درجز حقيقية موجودة على الإنترنت وفيه برامج بتحقق نفس الإفاكت على الإنسان ودي طبعا مشكلة كبيرة فلو هنتكلم على الأطفال لأنها لسه ما وصلتش شوية زي الشباب لمرحلة الإدمان الرقمي دي كارثة تانية هنتكلم عن أن هل هو مش قادر أنه هو يستغنى عن الموبايل هل بيجي له حالات مثلا من الغضب أو الهياجة العصبي لو أنت أخدت الموبايل منه كده إحنا وصلنا لمرحلة الإدمان بيقعد أكتر من ثلاث ساعات أو يعني حسب الفئة العمرية هنقول من ساعتين لثلاث ساعات متواصلة آه دي مشكلة كبيرة ده منمم ده أقل حاجة أقل حاجة كده أنت بيدخلي في مرحلة الإدمان ما هي بقى مشكلتنا دايما في إيه أن إحنا كأولياء أمور ما بناخدش بالنا من فكرة أن يعني مثلا ابني أو بنتي عايزة أشغلهم بحاجة عشان أخلص مثلا حاجة المطدخ ولا بتاعفى أخد ده عشان أخلص من زنهم بالضبط أنت بتخلص بالزن ده بأنك بتعمل ترحيل للزن مش أكتر لكن أنت ما بتلغيهوش ففكرة الطاقة السلبية اللي أنت بتجمعها في ابنك أو بنتك دي كارثة لكن فكرة أن أنت قادر تفرق في المراحل اللي بيمسك فيها الموبايل قادر أن أنت تكون كمان قدوة حسنة أنا لسا زي ما بقوله حريك هي الفكرة أن الأطفال في المرحلة المبكرة تحديدا أو في مرحلة الطفولة المبكرة هو بيبقى عنده مبدأ التربية بالمحاكاة ودي نعمة من عند ربنا سبحانه وتعالى فهو عايز يقلد بابا وممتو في أي حاجة ده سنة أكد إيه؟ اللي هو من أول ما بيتولد لغاية ما بيبقى في ثلثة ابتدائي تمام؟ دي تربية بالمحاكاة دي نعمة من عند ربنا اللي هو بيها دايما بمثلها بفكرة أن أنت مش محتاجة تقول اعمل الصح وعمل كذا وعمل كذا ده غلط دعيب ده حرام ده حلال ده لا هو مش محتاج كده هو مش محتاج أكتر من حياتك هتعمل الصحب هو يعمل زيك لو ممكن ولد يشوف ولد مش بنت كمان يشوف ممتو لابسة كعبة عالي فيبقى عنده تطلع أن هو يلبس كعبة عالي زيها بنت شايفة باباها بيشرب سجارة هتلاقيها مسكة الألم وبتعمل زيه بالضبط كنوع من المحاكاة فالمهم أن الناس هتجي في الوقت داي تقولك طب أنا عنتي شغل على الموبايل طب أعمل ايه غصبا عني أن الولد أو البنت هيقلده لا بفهمهم أن أنا بعمل شغل أنا مش قاعد على الموبايل بلعب أنا مش قاعد على الموبايل بعمل كذا فبوري أني فيه حاجة important بالنسبة لي أنا بعملها في الوقت ده أو بوريه أني فيه أهمية أصلا أنا بعملها طيب في الحالة دي أنا أمنت لطفل آه أمنتو بس ما بأمنوش بالتربية المتنقدة اللي هي التربية المتنقدة اللي هو ما قولوش خوش نام وأنا صاحي نفس القصة ما أقولوش سيب الموبايل بطل الجيمز وأنا ليل ونهار ماسك الجيمز في إيدي على الموبايل ما هو كده عنده فضول لحاجة هو شايف إن هي لو غلط أنت بتعمليها ليه طب فريدي أنا ما مش بلعب الجيمز أنا ماسك الموبايل بتصفح مثلا بشوف المواقع تواصل اجتماعي كل ما هتوضح للطفل أن أنت بتعمل حاجة مهمة دي شغل أنا مش بلعب مش بغزر خلاص مش بتكلم عن الشغل والمهم يعني أنا بتكلم حاجة هي كمان غلط بس أصد بعيدة عن الألعاب الإلكترونية هل هنا نقدر أنصحه أن يبطل العاب الإلكترونية وأنا بص أنا بكلمك هل من المنطق أن أنت تؤمر بحاجة غلط طبعا لا وإنت بتعملها طبعا معاش لأنه هو عنده المحاكاة دي نعمة من عند ربنا سبحانه وتعالى هو عنده مبدأ المحاكاة وعنده تطلع دايما